ممكن أن تكون فقط فروة الرأس تنصب بالصدفية ممكن أن تكون الشعر فروة الرأس والجلد وممكن أن تكون الشعر والجلد والأظافر فتختلف حدتها من مريض إلى آخر وعادة يجينا أنه يشكي أنه أشرب الشعر عادة يصير أكل تباس هل هي صدفية هل هي أجزمة دهنية خصوصا أنه هذين المرضين هن المشابهات يعني مثلا حضرت سألتيني أنه داء السمكة والصدفية تشابه بيناتهم الصدفية تكون مائلة أنه تشابه الأجزمة أكثر من مشابهتها لمرض داء السمكة يعني بالأعراض مثلا شو في قشور بالرأس زين ممكن أن تتهب فروة الرأس وتطيج هاي القاعدة الحمراء اللي تتميز بها مرض الصدفية ممكن نلقاه وين بالأجزمة الدهنية يشتركون به هواي صفات مشتركة بالأجزمة والصدفية نعالجهم يعني عن طريق قطرات أو عن طريق شامبو للشعر ويفيد كل الحالتين سواء بالصدفية أو بالأجزمة الدهنية الشامبوات طبية خاصة طبية خاصة مضاف إليها نوع من أنواع مضادات الفطريات والبكترية موسيقى اشتركوا في القناة